صباح الجمال ومعي الإعلامي صديقي الراقي الإعلامي القادم بشراسة السيد محمد قيدر تحياتي لحضر دكتور أحنان صباح الخير عزام المشاهدين صباح الخير على مصرنا الجميلة تحياتي وتأديري لكم من برنامج شباب لايف النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع خطير جدا يهم جميع الأسر المصرية ويهمين أنا شخصية اللي هو الطفل الطفل عايزين يتكلم أننا لازم نهيأ له جو صحي مناسب أنه يعيش حياة كريمة حياة صحية مليئة بالتفاؤل وبالطاقة هو عنده طاقة ومش عايز ما يشعرش بالمحيط اللي حواليه نهيأ له الدنيا أن الدنيا جميلة والدنيا مشية في خطوات معينة ممكن نديره توجهات يعني أتمنى كل أسرة يبقى لها اجتماع يومي أطفالهم يعودوا معاهم ويقولولهم في توجهات ممكن نعملها خلي بالك وانت رايح المدرسة اعمل خطوات معينة وانت ماشي في الشارع أي حد غريب ما تتكلمش معاه يبقى فيه ضوابط بينك وبين أسرتك يعني أنا عايز أقول لحضرتك طبعا إحنا دخلنا على طول على التوعية وده العادي بتاع حضرتك يعني أنت يمكن تتناول المواضيع المجتمعية يعني قوي وأهم حاجة طالما الطفل دخل في الموضوع خلاص بيقى فيه انتباه وبيقى فيه موضوع مختلف تميما الطفل هم أصفلنا فلزات أجبادنا طبعا فلازم لازم لما يكون فيه قضية مجتمعية ظاهرية بشعة بالشكل دوت لازم نشوف بس إيه يعني أسبابها نشوف علاجها إيه علاج دخلتها عطول على العلاج لا إحنا عايزين نرجع بس إيه أسباب ظاهرة خطف الأطفال إحنا بنتكلم النهاردة في ظاهرة خطف الأطفال إحنا ما نقدرش نعمم أي ظاهرة طبعا ولكن هي فعل حصل وتكرر فإحنا عايزين نشوف يعني أسبابه إيه وأبعاد المشكلة إيه عايزين نقول أن أطفالنا من تقريبا من الأربع سنوات الأخيرة أستاذ محمد اتعرضنا لظاهرة العنف أولا في معاملة الأطفال وظاهرة العنف في خطف الأطفال طيب يعني إيه الأسباب؟ هل فعل عدم أمان فيه مثلا من ناحية المادية وكده فالناس بتستنزف أولئة الأمور من هم يخطفوا مثلا أولادهم وبعد كده سوموهم على مبالغ قدرها ولا يعني عايزين بس أن نوصل مع المشاهد إيه أسباب هذه الظاهرة نحن نتكلم النهاردة هتكلم كأب يعني أنا أهم يعني عايش عشان خاطر طفلي ظاهرة خطف الأطفال موجودة موجودة بس مش بنفس الحجم الكبير اللي هو بيروض ليه في السوشال ميديا بس من الطبيعي لازم أفاهم ابني بعد خاطر معينة يعني مثلا من أسباب خطف الأطفال هتبقى مثلا استغلال الطفل في التسول في الاتجارب مثلا بالأعضاء في مشاكل بين الأسرتين أسرة الأب والأم بتبقى أسباب متعددة كتير جدا إحنا كأسرة لازم نحاول نعالج المشكلة يعني بداية أي مشكلة الأسرة إحنا كأسرة نبدأ معالجة هذه الظاهرة ولكن أسباب الظاهرة يعني أنا أقصد هي فجأة كده اتفاجئنا بيها يمكن زمان كان بيحصل خطف بس كان لأسباب تانية أو أسباب مش الظاهرة زي اللي إحنا فيه إحنا النعاردة بنقول خطف الأطفال يعني ممكن اللي هو التجارب الأعضاء ممكن التسول بيهم يعني هبنشوف في الإشارة أطفال كتيرة جدا وبنشوف سيدات كمان قاعدة على أوائل الشوارع وبتصدر ولادها ويمكن موقف حاليك حكيته لي قبل الهواء عليك قوله بقى يعني أنا عايزة أقول إن إحنا سبحان الله يعني طفلنا يعني عايزين نبقى كلنا عندنا طاقة إيجابية ولازم نشوف لو لحظنا مثلا طفل بيستغل كتسول بلغ الجهة الأمنية وبلغ الجهة الرقبية لأن ده أصلا مخالف للقانون يعني يعني بعد كلام حضرتك ده هممكن طول ما إحنا ماشيين ولقينا فعلا أطفال متسولين في الشارع أو مع سيدة بالتاجر بيهم نبلغ على طول أنا حصل معي شخصيا أنا لقيت شاب عمره 25 سنة ومعه أربع بنات في سن ومختلفين في الأشكال يعني ففعلا وقفتوا واتصلت وشكلهم بيباني وفعلا اكتشفت أنهما مش قريبوا ولازم يخليهم بهدلين في نفسهم طبعا عشان يتسول بيهم بالضبط فهي قضية مجتمعية بحتة المفروض إحنا نعليها صح أنا عايز أقول مقترح بس بسيط جميع أطفالنا أول ما يتم إنجابهم بيتم عمل شهادة ميلاد ورقية أنا أقول مقترح إن إحنا ممكن يعمل ربط شهادة الميلاد ببصمة القدم للمولود من أول يوم ده اقتراحها ده يطبق في جميع الدول العربية والأوروبية أول يوم مولد المولود بيتم عمل بصمة للقدم وربط بصمة القدم بالرقم القومي للأم والأب ده حيدمن لي إن الطفل لو تخطف بعد مثلا شهرين أو سنة ممكن شكله يتغير أنا ممكن ببصمة القدم دي أعرف إنه هو ابني ولا مش ابني فكرة روحة إحنا هنوفر مثلا تحليق دي إيه مكلف الموضوع ده حيجيب الحق لإصحابه طب دي أتمنى طبعا المسؤولين هو فعلا فيه عضاء من البرلمان ناقشوا الموضوع ده وكلموا وأدموا مقترح بس أنا بناشد من خلال المنبر إن وزيرة الصحة تفعيل بصمة القدم في شهادة ميلاد مرتبطة بالرقم القومي للأب والأم لأنه هو يعني ضمان إنه نعرف ابني يعني هو ممكن فعلا بعد ما يتخطف يقعد مد على خطفه شكله ملامه تتغير يبقى بصمة القدم القدم على شهادة ميلاد مرتبطة بالرقم القومي للأب والأم فكرة روحة جميلة جدا أتمنى أني طبعا المسؤولين بهذا الكرير يعني يسمعوا نقطة تانية برضو هتكلم فيها إحنا لازم تغليز العقوبات لخاطفي أي أن كان بقى أي أن كان فيه مشاكل بس أنت بينك ومن الأسرتين أو أنت بتسعى للمال ما هو المجرم ده بيسعى استغل الطفل كسلعة ما بيفكرش أن الطفل ده عنده حالة نفسية وعنده بريء ما بيعرفش الجو اللي بيحط به فهو يعتبر يعني يعني القاتل يعني عقبه الإعدام ما اللي بيخطف طفلي ده ما هو أتل الأم وأتل الأب وأتل أسرة أتل مجتمع كامل فأنا بناشد أعضاء مجلس الشعب فأول أنا قاد في مجلس البرلمان تشريع قانون قوة جدا بالإعدام مباشرة وتغليز العقوبة في أي وطفل يبقى في إعدام أي وطفل وسرعة الإجراءات سرعة الإجراءات والإعلام طبعا دوره كبيل جدا يا فندم لازم يعني الموضوع ده يصار إحنا من خلالنا هو من خلال شباب لايب إحنا تطرقنا لهذه المشكلة إني بدأت تبقى ظاهرة بدأت تبقى ظاهرة وبرضو أنواع الخطف كتيرة يعني أسباب أنواع الخطف يعني من أسباب أنواع الخطف ممكن للي ما بينجبوش لعندهم مشكلة أو إعاقة في الإنجاب ممكن بيخطفوا طبعا الأطفال يتبنوهم أو مش يتبنوهم يعني يعني تتعامل مع واحد يعني تخلى من جميع مراحل الإنسانية أنا عايزة بالمقترح الثاني برضو قبل المقترح معنا مكلمة التليفون ممكن ناخدها نقول ألو سيدا شايماء أهلا أيوة أهلا بيكي أيوة مع خضرتك يا سيدا أهلا وسهلا إحنا نتكلم عن ظاهرة خطف الأطفال تحب تقول لنا إيه؟ حقيقة من الحالة دي نتشرف في مصد السيد وعادينا نكون نشف لاحل يعني لندرجة دي طبعا بتنتشر في المستشفيات اللي هي في الأماكن اللي هي يعني في هم معنى حضرتك إن هي في الأماكن اللي هي هي انتشرت الزائرة فعلا في أماكن كتير بصراحة لو في الحضائق لو في المستشفيات لو في أي حتة فعلا في السوبر ماركت نفسه وهي الأمم تتصوق بي فيه ظاهرة اختطاف للأطفال فعلا هذا أهلا حضرتك يا معنى كنا عايزين نشوف حالي مع حضرتك ومع الدكتور محمد في حالي يعني للمشكلة بيات أنا أنا رئيس أنا رئيس بجد يعني أنا إنسانة قرار وردها جدا مصادقتي ورده كنا مش ينفي السوبر ماركت وفجأة ابنها مالانهوش ويعني دي أثرتها جدا أيوة طبعا 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 عملت اي بقى يا شايميك؟ لما لقيت ابنها يعني تخطف عملت ايه؟ يعني حالة جالحة حالة طبعا هو لغاية المهاردة لغاية المهاردة لا لجأتوا الايه؟ يعني لما تخطف لجأتوا الايه؟ يعني بس بنعرض المشكلة عشان نقول تعملوا ايه في ساعتها لما نتعرض لهذا الخطف نعمل ايه؟ خليكي معايا طيبة شايميك وحنا نتكلمها أستاذ محمد احنا عايزين شكرا يا شايميك لاتصالك فعلا الوقع بتحصل وهي حصلت بالفعل ومكالمة معنا تليفون ايه بقى اللي نعمله على طول؟ يعني نقول للناس ايه؟ يعني شوف يا فندم يعني احساس صعب جدا طبعا لما ابني انا عايش عشان ابني لما فجأة الهي مش موجود فالموضوع خطير جدا فلاحظة اختفاء الطفل بتجد الاب والام في حالة هستيريا يعني في حالة صعبة جدا انا بقول اقتراح برضو بسيط واكيد ممكن يكون الناحية الأمنية يعني احنا ممكن نعمل غرفة عمليات سابتة بداية من المجلس القومي للطفولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الأمنية ان احنا يبقى فيه تواصل بين الغرفة العمليات والمواطنين الطبيعي اي طفل موجود مع اي واحدة متسولة ده مخالف للقانون ينتبلغ عليهم على طول يعني حتى لو والدته استغلت الطفل ده ان هي تتاجر به وتتسول به ده غلط مخالف فاتمنى ان احنا كلنا يبقى مسؤولين ونشجع ونساعد الجهات الامنية والرقابية يعني فيه حاجات فيه حاجة اسمها التدخل السريع ان انا لو لقيت حاجة زي كده اتصل بغرفة العمليات هي اللي تتصرف كجهات رقابية عارفة الشغل دي في الاماكن اللي هي العامة عايزين نختصر بس كده بسرعة عشان نلحق نقول معلومات كتير اول للمشاهدين انا مثلا في البيت ازاي نحتاط يعني النحا مثلا نقفل ابوابنا كويس النحا ما نفتحش لحد ندي ثقافة لولدنا وجرأة يعني حتى نتكلم مع ولادنا في الموضوع بس ما نرعبهم شي احنا نخليهم يحتاطوا ازاي يتعاملوا مع هذا الفعل يعني لو حد تكلمك ما تكلموش لو حد سألك عن اسئلة كتير اوش خاصية او ما تقولش عنها يعني لازم قلوم من كلال البيت الاسرة يبقى فيه لغة حوار واحتواء بينك وبين اطفالك طبعا حوارك مع ابنك بيختلف من سن يوم لسن مثلا 18 سنة اعود اديله بعض ضوابط صغيرة يعني مثلا ممكن انا اكلم عن نفسي مثلا ممكن يبقى فيه كلمة سر بينك وبين ابنك اني مفيش حد يغريب حتى لو قريب يعني انت ممكن يعني ما نستبعدهاش ممكن يبقى جارك متورد في الخطف ايو طبعا فايو حد يجي لك فيه كلمة سر سين بين وبينك دين وقتا يعني ما تمسيش مع اي حد يقولك الجاي مسلا من طرف بابا او ام اه يعني وارد فما نعودهم على الصراخ يعني لما حد يجي بأي فعل غريب استغيسوا واصرخ عشان الناس تتخليش حد المسر او لأقرب مكان امني او شرطي يعني اتبلغوا يعني فيه نقعد معه ونتكلمه اقول له خلي بالك ده انا ما بخوفهوش بس انا بفهمه محا بنقول بدون رعب ندي ثقافة لاطفالنا عن هذه الظاهرة كتوعية وبدون رعب يعني انا اقول حاجة بس صغر جدا يعني انا مثلا الام مثلا ما تطلعش مثلا مع اطفال كتير يعني ولو طلعت مع اطفال صغيرة ممكن تكتب ورقة فيها بانات الطب او يبقى معها حد ينطيب اشتر وحده الحطارة سنفجيبه لو تاه ممكن حد يعرف يوصله يعني طبعا الموضوع شايد جدا وموضوع مهم جدا وكالعادة الوقت الحلو بيجري بسرعة نورتني استاذ محمد خويدر الاعلام القادم ان شاء الله بقوة وتحياتي لكم طبعا في نهاية حلقتنا بننصح بس يعني خلوا بالكم من اولادكم اتكلموا معاهم شغلكم ما يشغلكمش ابدا عن اطفالنا تحياتي لكم وان شاء الله الى لقاء جديد فحلقة جديدة موضوع جديد جدا سلام عليكم